تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يقوم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقليب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدني بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قجي أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخصف بكم أرض فإذا هي تمور أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يراه إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء إن بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأف إذا تقليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلف تنسي أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك من الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماء أكم غورا فمن يأتيكم بماء إمعيني ترجمة نانسي قنقر